هذا وجاء تشكيل الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك وذلك بقرار من قادة دول مجلس التعاون الخليجي من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك كان ولا يزال مسار التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مصدر قوة هذا الكيان الشامخ في شتى المجالات ومصدر النماء وتطور والاستقرار لسيما في المجال الاقتصادي اذ تحققت الانجازات المختلفة التي لا ما سأثرها الشعوب الخليجية ومثل قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لبنة أساسية في مسار التعاون المشترك وقوة دفعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك وتهدف هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية إلى معالجة معويقات سوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما يعترض مسيرة المجلس التعاون في المجال الاقتصادي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل الاجتماع الأول للهيئة في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية شكل الانطلاقة الفعلية لعمل هذه الهيئة عبر منقشة القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول المجلس وتحديد خمسة أولويات أساسية لعمل الهيئة وهي اتخاذ كافة القرارات والخطوات التي مشانها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع تنفيذ الكامل والفوري دون إبطال وإجراء مراجعة شاملة لسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية لمجلس التعاون بهدف تحسينها وضمن كفاءتها وفعاليتها وفقا لأفضل الموارسات الدولية المتبعة وتهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم احرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى والاهتمام بكافة المواضيع والأمور ذات صلة بالشأن الشبابي وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة وترأس سم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وفد مملكة البحرين وأكد أن الاجتماع كان في غاية الأهمية إذ جاء وفقا لرؤية قادة دول المجلس التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصاديات الخليجية حيث أنها مخولة من قادة دول المجلس باتخاذ قرارات التعاون الاقتصادي والتنموي المناسبة ورفع التوصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها انطلاقة عمل الهيئة وعزم القادة ينبئنا بأن طفرة جديدة سوف تنقل هذه المسيرة إلى آفاق أرحب تعليم جودة الحياة في مجملها وتعزز من فعاليات الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية نحو مستقبل اقتصادي زاهر